أولوم صوز أولوم صوز النفي النفي بشكل عام إذا كان موجود أسماء يأتي بعد الاسم مباشرة لكن هنا كمان أيضا الأفعال نلاحظ النفي يأتي بعد الفعل مباشرة أولا وضعنا الزمير بان سان أو بيز سيز أولار الفعل ياز فعل الكتابة النفي مامي ومن ثم لحقت شمدك الزمان هي اليورك اللاحقة الشخصية في النهاية نلاحظ بان هو الزمير ياز هو الفيل الفعل يعني التناسق الصوتي يجب أن تأخذ ما ومن ثم يورك ومن ثم أوم هي اللاحقة الشخصية لكن قبل لاحقت الشمدك الزمان يجب أن يكون قلنا فقط أ أو إي أو 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 لذلك قمنا بحسب الأ ونظرنا إلى الحرف الصوتي السابق هو الأ بالتناسق الصوتي ضفنا أ بان ياز ميورهم أنا ما عم بكتب سان ياز ميورسون إنه أنت ما عم تكتب أو ياز ميور هو ما عم بكتب بيز ياز ميورز نحن ما عم نكتب سيز ياز ميور سموز يعني أنتم ما عم تكتبون قولك ياز ميور لك هن ما عم يكتبون لاحظنا قلبت أداة النفي إلى مو بالتناسق الصوتي مع الفعل يعني ممكن تكون أداة النفي مو ممكن أن تكون مي ممكن أن تكون مو ممكن أن تكون مو هي بالأصل ما مي لكن قبل اليور قلنا ممنوع يكون في عنا أ أو أ نعم سيجر في عنا مو مي مو مو الفعل يوز هو فعل السباحة لاحظنا هنا بالقلم صوز بالنفي بان يوز ميورم أنا ما عم بسبح اليوز نلاحظ أنه ضفنا بعضها مو تناسق صوتي يجب أن يكون توافق صوتي بان يوز ميورم أنا ما عم بسبح سان يوز ميورم سان يوز ميورم يعني أنت ما عم تسبح أو يوز ميورم هو ما عم يسبح بيز يوز ميورم نحن ما عم نسبح سيز يوز ميورم سنوز أنتوا ما عم تسبحون أو لار يوز ميورم لار يعني هنه ما عم يسبحون يا بيز